مرحبا حبايا بقلبي الله يسعد اوقاتكم ومين ما كنتو هريسة بالاشطة من مطبخ شيف لو اي عيسى بطعم خرافي بنصحكم تجربوها الوصفة كتير طيبة وسهلة وتفضلوا معي عالمكونات بعتاز لبيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة وفي عندي هوني فانيليا بدي ااخد معلقة كبيرة معلقة الطعام الكبيرة وبيدي ااخد معلقة كبيرة بيكم بودر هاي الوصفة كتير سهلة وفي عندي هون نصف كاسة سكر هاي الكاسة اللي عم اشتغل فيها 300 ميلي انا اخدت نصفة يعني 150 ميلي هوني بدي حرقهم مع بعضهم كتير منيح بهذا الشكل لحتى يتغير اللون تبعيتهم ويصيروا بهذا اللون وهوني في عندي كاسة سميد متل ما انها هاي الكاسة 300 ميلي اللي انا عم اشتغل فيها وفي عندي هوني كاسة لبن طبعا متل ما تلكون الكاسة اللي عم اشتغل فيها هي 300 ميلي وهي هوني عندي كاسة زيت وكاسة جوز هند هوني بعد ما حطيت كل المواد اللي انا بعتازهم بدي حرق الخليط كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بعضهم لازم حرقهم كتير منيح وفي عندي هوني صينية بيريكس بدي حطلها طحينة بدي ادهنها بالطحينة الطحينة بتعطي طعمة كتير طيبة بدي هنا شكل جيد جدا وهلأ بدي ضيف الخليط فوق منها بدي ضيف الخليط فوق البيريكس وبدي وزعوه على البيريكس بهذا الشكل وفي عندي هون 3 علب اشتا كريمي فيكن تستخدموا اي اشتا بتكون ياها هاي الاشتا كتير طيبة تعطيه طعم كتير طيب بدي فضيون بهذا الكيس طبعا فيكن تحطوا علبتين ونص هون هيك بهذا الكيس فيكن تحطوا نص علبة اشتا مع الخليط اللي انا عملتها اول شي يعني هذي بيرجع لعلكون وفيكن تعملوا هالطريقة اللي انا هلأ عم عملها هلأ هون بدي ارسم هيك خطوط بالاشتا فوق الهريسة شايفين كيف كتير سهلة الطريقة اي كيس نايلون موجود عنكم البيت بس بتحطوا فيه الاشتا وبعدين ترسموا الخطوط بهالطريقة هاي طريقة كتير سهلة وبسيطة مو لازم الخطوط يكونوا انه مستقيمين مية بالمية بس هاد الشكل بيطلع كتير حلو وهلأ رح فرجيكم الشكل النهائي للصينية شايفين كيف انا مشغل الفرن من تحت على درجة حرارة مية وثمانين والفرن لازم يكون حامي اول شي بحطه من تحت لحتى تشأر وبعدين بس تاخد لون من عن الجوانب بعدين بشغله من فوق من تحت وهون القطر عندي كاسة سكر ثلاثة ارباع على الكاسة مي بدي حطهم فوق بعضهم وبعدين بدي حطهم على الغاز وبس القطر يبلش عندي يغلي بدي حط عصرة ليمون وبدي نوس الغاز وخلي يغلي لمدة عشر دقائق شايفين كيف صار القطر هون القطر خلاص بدي حطله تقريبا معلقة ماء الزهر وبعد ما خلصت الصينية الخبز بدي حط القطر وهذا الشكل نهائي لعله وفيكن كمان تزينوها بالفستو الحلبي بيعطي شكل كتير حلو وطعمي طيبة وريتوا الف صحة وهنا على الكم تذكروا غوالي تشاركوا الفيديو واللايك والمتابعة وتحياتي لكم جميعا شايف لو اي عيسى الله يسعدكم وين ما كنتوا